نحن ننتقل للمقال الأسبوعي لنيافة الحبر الجليل أنبا إرمية الأسقف العام ورئيس المركز الثاقة في القطبية الأرثوذكسي والحقيقة طبعاً يعني المقالات السابقة كان سيدنا بيتكلم عن السلام والحقيقة طبعاً يعني اسمحوا لي أقول لحضراتكم مقتطفات من المقال اليوم المقال بعنوان معاً تحدثت المقالة السابقة ببعض أسباب السرعات التي تفتت المجتمع وتمنع سلامه كالجهل والتعصب والظلم وعدم قبول الآخر وبأن غرس مفهوم التنوع يحتاج كثيراً من العمل الجاد وكما أن التنوع إحدى الدعائم فإن قبول التنوع مبني على فكرة التعايش معاً فأبناء الوطن الواحد يجب أن يدركوا معاً حتمية وحدتهم من أجل تقدمه وثباته فيما من شك أننا جميع مسافرون بسفينة واحدة متى تعرضت الغرق غرق الجميع ومتى فقدت سبيلها ولن تصل تاها الجميع وحين تنجح فالجميع نجحون إن التعايش معاً هو مفتاح الاستقرار والنجاح إن أحد أهم الحقائق إلى الاستقرار والنجاح والازدهار في أي وطن هي كلمة معاً ومعاً علينا أن نعرف الطريق إلى التعايش معاً إن إحدى رسائل التاريخ بارغة الأهمية إلينا إننا معاً نستطيع تحقيق مرادنا أما الإنقسامات فليس لها إلا مصير واحد الفشل والهزيمة أود أن أضع أمام حضراتكم حدثين من صفحات التاريخ المصري فيتضح الفارق في نتائج موقفين حين يكون أبناء الوطن معاً وحين يتفرقون عندما نتأمل معرقة التل الكبير نرى هزيمة عرابي والجيش وانتصار القوات البريطانية بعد أن استغرقت المعرقة 30 دقيقة تقريباً وقد كتب عرابي في مذكراته في أثناء طريقه إلى النفي إلى جزيرة سيلان إنه ألقي القبض عليه قبل أن يتمكن من ارتداء حزائه العسكري هذا على الرغم مما حققه من نجاح سابق حين فشل البريطانيون في دخول كفر الدوار لما أظهره الجيش المصري من بسالة ويتضح الأمر حين ندرك أن سبب الهزيمة هو الخيانة وعدم وحدة صف الجميع معاً فقد وجد العدو من مده بمعلومات عن ثغرات في الجيش فكانت الهزيمة والاحتلال وفي المقابل نجد محاولات الاحتلال غير متوقفة لأجل التفتت الوحدة المصرية إبان فورة 1919 لكن المصريين لم يخدعوا وظهرت قمة حركتهم الوطنية إن وحدة أبناء الوطن معاً لتمنحهم قوة فلا قوة تعادل قوة اتحاد البشر معاً لتحقيق أمر ما ومن أزهر الأمثلة الهند كيف بتوحد شعبها معاً استطاعت تحرير أراضيها من الاحتلال البريطاني دون إطلاق رصاصة واحدة أما ألمانيا فقد حققت إعادة بنائها بعد تدميرها في الحرب العالمية الثانية وهكذا أيضاً اليابان عند الرغم من تعرضها للقصف بقنبلة ذرية صارت من أعظم قوة العالم فيما بعد لذا علينا أن ندرك هذه الحقيقة متحدون نقف متفرقون نسقط ملتفتين إلى قول الزعيم الأمريكي مارتن لوثر كينج الذي عاش حياته يناضل ضد التفرقة العنصرية في بلاده علينا أن نتعلم العيش معاً إخوة أو الفناء معاً أغبياء أيضاً نجاحاً يقال لا يتم عمل والتعاضد مفقود ولا يكن فشل والاتحاد موجود نعم فأبواب النجاح مفتوحة على مصرعيها لمن يعرفون ويدركون معاً معنا وجودهم وقمته ويلاكزون في أهدافهم للرسول إلى القمم وتحقيق الإنجازات وهذا ما أقره عزماء حققوا نجاحات وإنجازات هائلة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي سرعة العمل معاً يساعد في إنجاز العمل المطلوب في وقت أسرع وإتقان أعلى وتميز لا يقارن كل فرد منا يؤدي ما يجيده فيتكامل العمل بمجهود أقل إن قبول التنوع والقدرة على التعايش معاً يقودانا إلى سلام المجتمع وتقدمهم والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي نيافة الحبر الجليل الأنباء الرمية الأسخة في العام رئيسة مركبة التقافي القبطي الأورثزوكسي بنشكرة جداً سيدنا على هذه المقال ومزيد من المقالات الإسبوعية رب دايماً كده لتفدنا يعني ونرى فيها تفاصيل أكتر وأكتر يا رب إن شاء الله موسى دين أبدا